منذ الدقائق الأولى من اغتيال محسن فخر زادا الذي يقف خلف برنامج إيران النووي توالت الروايات الصادرة عن طهران حول تلك العملية حملت كل منها تفاصيل مختلفة ومتناقضة في بعضها وإن كانت تحمل العنوان ذاته أن إسرائيل تقف خلف تلك الحادثة بدءا من عملية الاثنين عشر قاتلا مرورا بهجمات بأسلحة آلية بدون عناصر بشرية إلى الهجوم عبر الأقمار الصناعية وصولا لضلوع أحد عناصر القوات المسلحة الإيرانية في تلك العملية الخيانة داخل إيران كشفها محمود علوي وزير المخابرات الإيراني مؤكدا أنهم كانوا على علم بمخطط اغتيال فخر زادا دون معرفة توقيته وأن الشخص الذي أفشل عملية أحباط الاغتيال كان من القوات المسلحة الإيرانية وهو من قدمت دعم اللوجستي لمنفذ العملية علوي أشار أيضا إلى عدم وجود تنسيق بين الأجهزة الأمنية في إيران بقوله إنهم كجهاز أمني استخباراتي لا يمكنهم التدخل في شؤون القوات المسلحة أبلغنا القوات المسلحة بوجود مخطط لاختيال فخر زادا قبل خمسة أيام لكن وجود عضو في القوات المسلحة الذي وفر إمكانات الاختيال أعاق إحباط العملية كما لا يمكننا التدخل في شؤون القوات المسلحة حديث علوي رغم أنه يؤكد المثل القائل دود الخل من نوفيه إلا أنه يشير أيضا وبشكل واضح إلى شلل أجهزة إيران الأمنية والاستخباراتية في تجنب تنفيذ حادثة اغتيال زادا وعشرات العمليات من قبله لا سيما بين عامي 2010 و2012 التي شهدت اغتيال أربعة من العلماء الإيرانيين وكان الرابط المشترك فيما بينهم أنهم جميعا متخصصون في الفيزياء النووية ضارج حسين العربية